أضعف الجزائر كلها اليوم ضعيفة لكن الحلقة الأضعف في الجزائر هو الجنوب عموما وأقصاه خصوصا لماذا أقصاه خصوصا؟ لأن أقصى الجنوب عنده حدود أنتع ثلاثلاف كم تقدر تقول أربعلاف كم مع دول أخرى الليبيا عندنا معها حوالي ألف كم النيجر حوالي ألف كم مالي أكثر من 1300 كم وموريطانيا أكثر من 400 كم لو نجمعهم كلهم نلقاهم 3700 كم خاصة الحدود المالية النيجيرية وإلى حد ما جزئيا في ليبيا وجزئيا في موريطانيا هذا كله أقصى الجنوب من هنا ستكون الكارثة لقدر الله على الجزائر ومن هنا ره يتم التخطيط لتدمير الجزائر علما أن اللي يرأس هذه السامفونية اللي هي دولة الإمارات دولة المسخ هذه تعرف نقاط الضعف ونقاط القوة خليني نقول لكم بعض نقاط الضعف واللي هي في نفس الوقت نقاط الضعف للدولة الجزائرية ككل والشعب الجزائري ككل وخاصة لمنطقة أقصى الجنوب من بين المصائب اللي عانوا منها أقصى الجنوب مشكلة التجنيس التجنيس المبالغ فيه للأجانب هذا موضوع تكلمت عليه كما قلت في عدة لايفات وربما كنت مرة مرة نتكلم عليه بيجيني في شهادة أو نتكلم عليه هكذا لكن اليوم أن يجيبوه ضمن النقاط أو العشرة أو 12 نقطة اللي هي نقاط الضعف الكبرى هؤلاء المجنسين يأتون من دول إفريقية خاصة من النيجر ومال أحيانا من دول أخرى تشاد بينين بوركينفاسو لكن الأغلبية من النيجر ومال كيف يتجنسون كاين واحد القانون صدر في الستينات قال باللي رهم كاين جزيريين كثير في أيام الاستعمار فروا إلى دول جوار فوش لازم كيفاش وخاصة اللي في قصة الصحراء طبعا اللي كانوا في تونس والمغرب الأمور كانت سهلة يثبت أنه جزائري يعطونه الجنسية يدخل إلى آخرها لكن اللي في أقصى الجنوب في الغالب ما عندهم شورق بعضهم رحل بعضهم توارق رحل أو عرب رحل أو من سكان المناطق هناك قبائل تعال رحل فهذو كانصر قانون قال هذا القانون داروا فيه بعض رؤوس المدن نقولوا في تام الراست في عين صالح في أدرار في عين مناس إلى آخره يجوا مجموعة من الشيوخ الكبار ويكون فيها معهم قاضي ويكون معهم مسؤول إداري ومسؤول عسكري لما يجي واحد يطلب يشكلوا لجنة لما يجي واحد يطلب يقول أنا جزائري يقدم الملف هذا الشيوخ الكبار اللي هم يعرفوا الأنساب يعرفوا القبائل يعرفوا الأنساب يعرفوا الأسر يعرفوا كل شيء يعني تلقاه يقدر يجيب لك للجد العشرين يعني يعطوا الموافقة تحمل للجنة الإدارية اللي مشكلة من قاضي ومشكلة من مسؤول ولائي إلى آخره مسؤول عسكري ومسؤول أمني قبل سنوات من ظن مع بداية تسعينات ألغوا هذه اللجنة اللجنة اللي هي لجنة الناس الكبار تعالى المنطقة ليعرفوا أهل المنطقة وأصبح عملية التجنيز تتم عن طريق المحاكم بدأت رفيك رهيب بدأت رشاوي رهيبة طبعا الجزائر مقانة مع مالي والنيجر خاصة أو حتى تشال أو حتى موريطانيا أو فيها خاصة في الثمانينات وحتى التسعينات وحتى الآن كان حاجات صحيح ما تمشيش مليح طب سيء لكن كان جزء منه مجاني تعليم سيء لكنه مجاني ما إلي تسجل في السوسيال وشو عندك شوية معارف يعطوك سكنة إلى آخرهم مقارنة مع مالي والنيجر الجزائر تعتبر أفضل بكثير يعني الجزائر غنية مقارنة معهم غنية كثير فطبعا آلاف من الناس دخلوا الدولة الجنسية الجزائرية وإذا كان المشكل ما هو فقط عند هؤلاء العاديين كان مشكلة مع ناس اللي هما سيدي ترافيكون دو دروك ترافيك ردو دروك ترافيك تراسلح ترافيك ترا المواد الغذائية ترا الدخان ترا الخمر يعني في كل ما هو ترافيك هؤلاء طبعا عندهم أموال ضخمة ولأن عندهم أموال ضخمة ولأن الرشوة معشة في الإدارة الجزائرية بدل ما يستنى عامين ثلاثة لكي يعطلوا الجنسية يمت خمسين مليون مئة مليون سبعين مليون عشرين مليون على حساب الأوضاع والجهة الجنسية أحيانا في ربع شهر أو في شهرين أو حتى في سمانتين حدثوني على بعض النسجتهم الجنسية في سمانتين طبعا هو يقول لجزائري بعض هؤلاء ما اكتفوش بالمال أنهم ولو جزائريين ولو يدخلوا ويخرجوا لنيجر هو رغو نيجيري في الأصل أو مالي في الأصل أو حتى تشادي في الأصل لكن أصبح جزائري أيضا فيدي الامتيازات من داخل الجزائر لكن الأخطر ويندخلوا دخلوا في السياسة البعض منهم ويندخلوا دخلوا الأرندي والأفلان فويندخلوا في المجالس البلدية في المجالس الولائية بعضهم وصلوا ولو دي دي بيتي بمرلي فتح برطة لاوح دي بيتي برلماني كي يوصلوا ولو سيناتور ولأن عندهم المال إرفد على البل كما يقول المثال هناك فهم الطرق كلها يفتحوها والمال يدير الطريق في البحر كما تعرفون فيمدوا لم يعودوا يكتفوا باش يدي الواج من الصوص يالو هذه بالنسبة لهم هذه صرف القضية أصبحوا نفوذ محلي وأحيانا على المستوى الوطني فيما يسمى بالانتخابات بعضهم ما يدخلش اتخابات بعضهم فقط شكلوا شركات ومن خلال هذه الشركة بيضوا الأموال تاعة ترافيك سواء تاعة المخدرات كوكاين الآن كوكاين ره يملأ الدنيا هناك أو ترافيك تاعة الحشيش أو ترافيك تاعة الدخان أو تاعة الويسكي أو غيرهم ترافيك فأصبح عندهم نفوذ يستطيعون يروحوا الوالي يدهنوه شيف سيكتر مسؤول الأمن مسؤول المخابرات في يديه تخيل انتا يجي كوميسار قال له كوميسار تاعة من راست مثلا يجي واحد يجيب له يعينوه جاوجي من الجزائر عنده صالير تاعة هو 15 مليون في الشهر والعشرين مليون ويجيب له واحد سيارة طيوتا آخر طيراز تعمل يارو نص واحد آخر يجيب له سيارة للمرأة وإذا عنده بنته وبنوه يجيب لهم سيارات أيضا خلاص يقول له فيدو يشري له شقة في العاصمة خمس ملاير ولا بربع ملاير تدار مع الكوميسار تدار مع مسؤول الدرك طبعا يشوفوا المسؤولين اللي هما يسمون السلطات المدى المحلية فهؤلاء إضافة إلى آخرين طبعا هؤلاء ما عندهمش ولاء الجزائر متجنسين هذون اللي ما هم الجزائريين في الأصل الأغلبية العظمة ما عندهمش ولاء الجزائر يشراوا الجنسية الجزائرية ويبزنسوا بها كيف ما تشوفوا هذك اللي يدخل لمجلس البلدي ولا الولائي يروح يوزع دراهم على الناس باش كيدخل البلدية والولائي يددي المشاريع أو يدخل السيناء أو يدخل برلمان يددي المشاريع هذا هي ولات بزنس وهو إذا أصرف الجنسية السلطات 5 ملاير ولا 6 ملاير لازم له يهبط من بعد 100 مليار 150 مليار هذا هو الاستثمار هذه واحدة من أكثر المشاكل راح نعدد المشاكل وإذا ما كفنيش اليوم الحال غدوة في اللايف القادم إن شاء الله ربما ماشي غدوة ماشي بعد غدوة نقترح الحلول له لأنا مرات بعض أخواني يقول لك رك ما تقدمش حلول هو الحل هو قيام نظام كينقولوا دولة العدل والحق والقانون خلاص من بعد تبدأ تحل المشاكل لكن مع ذلك سنحلل نقدم حلول تقنية كما يقال هذا واحد مشكلة التجنيس وهذا مشكلة التجنيس الخطورة فيهم أيضا أن دولة مثل دولة المسخ تعالإمارات أو حتى دول أخرى تشريهم وكثيرين منهم عندهم تجارة مع دبي والعصابة تعرف النظام يعرف الجزائر باللي عندهم تجارة مع دبي عندهم تجارة مع كذا عندهم تجارة إلى آخره مع السعودية مع سويسرا مع كذا وكذا وكذا على قولة تبون لكن نحن المخاطر الآن أكثر هي الإمارات لأن الإمارات هدف سراتيجي تفكيك الجزائر بالهاردوي يعني بالطريقة الخاشنة وعلى لأنها تريد تفكيك المنطقة المغاربية كلها المغرب سيذهبون له بالصوفتوي والجزائر بالهاردوي على طريقة السودان ومصر مصر بالصوفتوي والسودان كما راكم تشوفوا فيها ترجمة نانسي قنقر